أهلاً أعزائنا المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور وقال الله ليكن نور فكان نور لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح نحن في هذا الأسبوع في ذكرى يوم العابرين احتفال يوم العابرين ونحن أيضاً نحتفل معهم ونبارك لكل عابر جاء إلى يسوع المسيح اختبر غفران خطية واختبر الخلاص والحياء الأبدية والضمان الأبدي من خلال شخص الرب يسوع المسيح ألف مبروك عليكم يسوع المسيح إخوتي وأخواتي إحنا عم نعيش في ظاهرة عظيمة جداً لم يسبق لها مثيل في كل التاريخ في هذه الأيام أو في هذه السنين في أواخر خلينا أقول من حوالي يعني عشرين سنة ابتدينا نشوف تغير في المناخ الروحي رغم الظروف الصعبة والقاسية في كل أنحاء العالم ولكن الله موجود الله هو الإله الحي القيوم ما زال يتواصل ويتفاعل مع البشر وبعدين شيء تاني اكتشفت أنه الله بحب شعوبنا العربية بحب شعوبنا الإسلامية ومشان هيك أحبائي في هذه الفترة الزمنية عم نشوف تغيير العديد وعندما أقول الآلاف هذا لا يكفي وعندما أقول عشرات الآلاف إنه عدد قليل عم نشوف ملايين من المسلمين الذين يعتنقون يسوع المسيح أو يأتون إلى يسوع المسيح كثير من المؤمنين أو الأغلبية عايشين بحياة سرية خوفا على حياتهم من الاضطهاد والمواجهات العائلية ولسيما في الدول المسكرة ولسيما في القرى والمدن اللي فيها ضغط عائلي على المؤمنين الذين آمنوا بالرب يسوع المسيح والعديد من المؤمنين بيسوع المسيح عم بيواجهوا كل أنواع الاضطهادات الجسدية والنفسية والفكرية أيضا بنشوف إنه ناس عم تفشل بالمدارس أو بيسقطوهم بالمدارس أو بيحاربوهم بشتاء الوسائل ليس لأي سبب آخر لكن لسبب واحد إنه هذا الشخص مسيحي وعم نشوف كتير ناس عم تضطهد من أجل المسيح وعم نشوف حتى العنف الجسدي على العديد من أحبائنا المؤمنين من خلفية إسلامية ولكننا نصلي من أجل الحرية وهذه الحرية هي عطية إلهية لكل إنسان كل إنسان إله الحق إنه يختار دينه مذهبه إيمانه واليوم كتير على فكرة يعني ملايين من الناس مش بس عم تيجي ليسوع المسيح ولكن ملايين أخرى عم تترك الإسلام وكمان مسيحيين عم بيتركوا الإسلام وبيتركوا المسيحية وعم بيلتجوا للإلحاد أو إلا دينية وطبعا إحنا كمسيحيين لا نهدد ولا يعني نأمر بالقتل ولا نأمر إنه بحد الرد إنه شخص ارتد عن المسيح فعقابه الموت أو الاضطهاد أو إنه بيهرب إلى دولة أخرى بسبب إيمانه بيسوع المسيح ولكن بكل بساطة نحن نقول إنه كل إنسان يحق إله إنه ينادي بمبدأه ينادي بدينه وإذا كان دينه أو مبدأه هو بساعد الإنسانية والبشرية وبيعطي الشبع روحي لقلب وحياة الإنسان فليكن وإذا كان هذا الإيمان يعد بالغفران والخلاص والحياء الأبدية طبعا هذا لا نراه في أي ديان أخرى مع كل احترامي ولكن نراها بوعود أمينة صادقة مباشرة من شخص الرب يسوع المسيح ومن الرسل الأطهار اللي استمروا بالرسالة اشتركوا في القناة